اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين حاكم مصر في سوريا المركزي يتهم البنكة الدولية وصندوق النقد بالسعي الى تقويد الليرة سوريا الحكومة التونسية تتعهد بمحاربة الاحتكارات وتوفير الاغذية في شهر رمضان المبارك اعداد السياح في تركيا تتراجع الى ادنى مستوى طوال العقد الحالي اهلا بكم اوضح حاكم مصر في سوريا المركزي اديب ميالا لقناة الميادين ان تراجع سعر الليرة السورية في الفترة الاخيرة يرجع الى محاولات خارجية لضرب الاقتصاد السوري ولا يتعلق بأليات السوق الطبيعية ميالا اكد ان الحاولات الاتية من الخارج بالدولار ارتفعت بنحو ملحوظ وهو امر يدعم الليرة ولفت الى ان هدف السياسات المركزي هو ضبط اسعار السلع لحماية المواطنين بالتعاون مع الحكومة الارتفاع اللي حصل خلال ايام ما هو ارتفاع طبيعي هو ارتفاع استثنائي صار بده قرارات استثنائية بالسابق كانت كان في يعني انخفاض لسعر صرف الليرة السورية كان في انخفاض تدريجي الليرة وليرتين وتلاتة وأربعة صارنا نشوف تلاتين ليرة اربعين ليرة بالنهار توضح لانه انه في خطة واضحة لضرب الليرة السورية الليرة السورية انتقلت خلال اقل من اربعة ايام خسرت مئة ليرة من سعرها بأربعة ايام تقريبا اذا واتهم ميالا مؤسسات مالية دولية بقيادة الحرب المالية ضد بلاده هل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي هو جزء من المؤامرة اكيد اليوم لان قيادة البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي بتقود دول كبرى بزعامة امريكا اليوم الحوار الاقتصادي مع حاكم مصر في سوريا المركزي اديب ميالا يبث كاملا يوم السبف تمام الخامسة ونصف مساء بتوقيت القد الشريف رسائل طمأن وجهتها الحكومة التونسية الى المواطنين كافة بان العرض في الاسواق طوال شهر رمضان سيكون متواسرا بما لا يستجيب لكل طلبات واكدت حزمها في ضرب الغش والاحتكار الاستعدادات لشهر رمضان بدأت منذ خمسة اشهر هذا ما تؤكده السلطة الاشراف في تونس التي اعلنت اقرأ تخفيضات استثمائية في المواد الغذائية الاساسية بمناسبة الشهر الكريم بالاتفاق مع الصناعيين والفلاحين فضلا عن ضمن حاجيات الاسواق عبر مخزونات تعديلية تكوين مخزونات تعديلية حتى نستجيب خلال شهر رمضان للطلب الاضافي والمخزونات التعديلية هذه تتكلف لنا تقريب 35 مليار برامج خاصة برمضان خاصة برامج تحسيسية باعتبار ان المواطن كذلك مسؤول على سلوكيات ما ونوع من الاقبال المفرط على بعض المواد نقاط البيع من المنتج الى المستهلك تجربة لاقت اقبالا من المواطنين وستعرف تعميما في كل المحافظات بما يساهم في الضغط على الاسعار خطوة تأتي بالتوازي مع تفعيل دور المراقبة الاقتصادية في الاسواق المنظمة لضرب الغش والاحتجار بالنسبة لي انا نتحكى في رمضان كما عندي رمضان كما سيولي ايه مكهو ما نكرت لرش مش كما برشا يمخم خو هات بركة انسان اللي عنده دخل محدود ما ينجمش يتمتع برمضان بالنسبة المأكلات يعني ولا فتح الشاهية كما يلزم يعني تكون ديما مقيدة يعني مش التاولة تكون ديما مقيدة هذا ما يمنعش اللي فيه بهجة وفيه سرور وفيه تحابب قد يكون وضع تونسيين في رمضان هذا العام وفق تقديرات المراقبين افضل من سابقه من حيث المقدرة الشرائية فنسبة التضخم تراجعت من 35% الى 3.5% بمؤشرات ايجابية يتأهب تونسيون لاستقبال شهر رمضان المعظم وفرة في العرض وضغط على الاسعار وجود حثيث لترشيد الاستهلاك فرمضان شهر تعبد لا شهر تخمة ايمتشتر تونس الميادين توقع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الاخير من العام الجاري مع بدء وصول المساعدة الدولية لان ذلك يساعد على خفض تكلفة الاقتراض على بغداد العراق يتوقع تلقي 600 مليون دولار بعد نحو شهرين من صندوق النقد الدولي كدفعة اولى من تسهيل قيمته 5 مليارات و400 مليون دولار ويسعى العراق الى الحصول على دعم دولي بعدما تقلصت مداخله جراء انهيار اسعار النفط ولسيما ان الحكومة تعتمد بنسبة 95% على هذه العائدات اظهرت بيانات وزارة السياحة التركية تراجعا كبيرا في اعداد سياح الاجانب ولسيما الروس والالمان وذلك في الاشهر الاربع الاولى من العام الحالي بنسبة بلغت 28% وهو الاسوأ منذ عام 1999 السياحة ضحية السياسة وصف يعبر عن حال صناعة السياحة في تركيا هذه الايام بالتزامن مع موسم الضروة الذي يجلب للبلاد دخلا كبيرا بزارة السياحة التركية وفي اخر تقييم لها قالت ان عدد السياح الاجانب الذين يزورون البلاد تراجع بنحو 28% خلال شهر نيسان ابريل الماضي رقم هو الاسوأ منذ عام 1999 لا شك في ان السياحة تأثرت كثيرا وهذا سيلحق الضرر باقتصاد البلد الارقام التي اظهرتها وزارة السياحة مقلقة واعتقد انه تم تعويض التراجع بشكل جزئي بسبب سياح دول الشرق الاوسط وبلغة الارقام تظهر بيانات وزارة السياحة تراجعا حادا بلغت 79% في عدد السياح الروس خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري بسبب الازمة السياسية بين البلدين عقب اسقاط طائرة حربية روسية في نوفمبر 22 ازمة لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع السياحة في تركيا تعتمد تركيا على السياحة في الدرجة الاولى لكن بعد الاحداث الاخيرة اصبحت المناطق السياحية خالية من الزوار رغم اننا نقترب من ذروة الموسم يتوقع خبراء في الاقتصاد ان تهبت ايرادات سياحة التركية بنسبة 25% هذا العام ما يفقد البلاد نحو 8 مليارات دولار من المداخيل ولا تغيب التوترات الامنية والتفجيرات المتنكلة مؤخرا عن المشهد السياحي فهي التي دفعت عداد الوافدين الاجانب الذين يزورون التركيا الى التراجع بنسبة 16% خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام محمود واسق اسطنبول الميادين الامين العام الجديد لمنظمة اوبك محمد باركيندو قال انه يعتزم تعزيز وحدة المنظمة واحداث فرق في الاسواق عندما يتولى مامات منصبه باركيندو وهو الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية النجيرية بدأ المرشح الاوفر حظا بعدما رأى الاعضاء فيه مرشحا توفقيا نادرا في ظل التوترات المتصاعدة بين السعودية وايران وعقب انتخابه قال ان اختيار امين عام جديد للمنظمة بعد سنوات عدة من المساومات هو في حد ذاته مؤشر ايجابي قال وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك ان عدم اتخاذ قرار جديد في اجتماع اوبك كان متوقعا ورأى ان انتخاب امين عام جديد للمنظمة خطوة مهمة برغم الفشل في التوصل الاتفاق يتعلق بمعدلات الانتاج من جهته قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اثناء زيارته موسكو ان اسواق النفط العالمية متجهة نحو استعادة توازنها وان اجتماع فيينا كان ناجحا والدول ناقشت مسألة العرض والطلب بنحو معمق حذر منسق العمليات الانسانية الامم المتحدة في اليمن من انهيار وشيك في البلاد وقال ان البنك المركزي يعاني من شح سيولة ويحتاج الى دعم عاجل من المانحين واوضح ان اكثر من 13 مليون ونصف مليون يمني يحتاجون الى معونات انسانية اما عن البنك المركزي فقال انه يكافح الحصول على عملة صعبة او لتحويل الريال اليمني الى عمولات اجنبية وكانت الامم المتحدة قد دعت الى جمع معونات انسانية تقارب قيمتها ملياري دولار حتى نهاية العام الجاري الفيضانات الناجمة عنه طول امطار الغزيرة تؤدي الى اضرار بشرية ومدية في اوروبا ومنصوب نهر السان يصل الى اعلى مستوياته منذ اكثر من 30 عاما اوروبا في قلب العاصفة عواصف مطرية متواصلة وفيضانات مرافقة لها تسببت بخسائر ضخمة في عدد من بلدان اوروبا من بينها فرنسا والمانيا وبلجيكا وبولندا والنمسا لم تتعرض باريس لسيول كهذه منذ اكثر من ثلاثة عقود فاعلنت حالة الطوارئ في العاصمة وضواحيها والمناطق القريبة مياه السيول والفيضانات اجبرت الاف الاشخاص على النزوح عن منازلهم واغلقت عشرات المدارس جنوبية باريس فيما توقعت وزارة البيئة ان لا تنحصر مياه السيول الا بعد اسابيع واتخذت بلدية العاصمة اجراءات ايضا لحماية اعمال فنية في متحفي اللوفر وارساي المطلين على نهر السان مع استمرار ارتفاع منسوب مياهه في المقابل ادت فيضانات المانيا الى خسائر في الارواح والماديات ولسيما في منطقة سنبخ ام اين شرق ميونيخ حيث غمرت السيول الطرقات والمنازل وجرفت كل ما اعترض طريقها متسببة بقطع التيار الكهربائي وفي اضرار مادية اخرى كبيرة وكان للسيول اثر على منطقة قرب الحدود مع النمسا وتسببت في اضرار تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو وفي رومانيا ادت الفيضانات الى مصرع عدد من المواطنين غرقا واجلاء اكثر من مائتين واعلنت وزارة الداخلية ان تسع وثمانين قرية بالاجمال في سبع دوائر بشرق رومانيا تضررت من الامطار الغزيرة بهذا نختم النشرة المزيد زور موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة